العالم على أرض السلام مدينة شرم الشيخ التي تحتضن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 27 وسط أجواء توطر عالمي وصرعات جيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم لتزيد من رقعة تلوث قشرة الكرة الأرضية وغلافها الجوية قمة عالمية استثنائية وصفها البعض بالفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب من أثار التغير المناخية خاصة بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن قادة العالم وزعمائه يفتقدون للرؤى حيال مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخية التي وصفها بصراع حياة أو موت مؤكدا أن الدول الصناعية الكبرى في حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجمعية بشكل كامل بما في ذلك التعهد بدفع نحو 100 مليار دولار سنويا لدعم جهود مكافحة تغير المناخي في البلدان النامية تحذرات الأمين العام للأمم المتحدة تأتي متوافقة مع دعوات القيادة السياسية المصرية في مؤتمر المناخ بالعام الماضي كوب 26 إلى ضرورة التكاتف والتزام الدول الكبرى بتعهداتها تجاه معالجة أثار التغير المناخي وخفض الانبعاثات جرأة الدعوة لعقد مصر مؤتمر العام الحالي يؤكد أن الدول تحمل على عاطقها ريادة دول العالم في المطالبة بزيادة فعالية الدول الغنية والشركات الكبرى في مواجهة التغيرات المناخية وأثارها السلبية على القارة الإفريقية وباقي الدول الفقيرة كما حشدت مؤسسات الدولة المصرية جهودها لتحقيق الالتزام على المستوى الوطني بالاتجاه إلى التوسع في الاقتصاد الأغدر والمشروعات الصديقة للبيئة وذلك بهدف تحسين حياة المواطنين وتنفيذ آليات التكيف مع أثار التغيرات المناخية مؤتمر كوب 27 يوجه رسالة صريحة لقادة العالم وزعمائه والمؤسسات الاقتصادية الكبرى بمسؤولياتها تجاه الأجيال القادمة وضرورة إنهاء الفجو بين الخطابات والواقع لعلاج الكرة الأرضية وحمايتها من أثار التغيرات المناخية قبل ثوات الأوان